السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسميني الأغنام الأفالياء وده إن شاء الله أول فيديو إجابة لنا في النظام الجديد وهو تثبيت فيديو الأسئلة واختيار جزء منها طبعا أنا مش هنحدد بالعدد لأن لو حددت بالعدد فيه أسئلة بتاخدش وقت في إيجابتها وفيه أسئلة ممكن ياخد وقت الفيديو كله فهنا هناخد بحيث عدد طول الفيديو فيديو الإجابة اللي يتجاوز من 15 ل 20 دقيقة عشان ما يطوتش وده الطريقة الأفضل اللي أنا شايفها لسبب أنا هسبت فيديو الإجابة أنت بتكتب سؤالك بتكتب سؤالك وطبعا مش هوقف التعليقات خالص على فيديو الأسئلة لكن التعليقات على فيديو الإجابة هيتم يقفها باستمرار مش هبه فيه تعليقات أسفل فيديوهات الإجابة أي سؤال عندك في فيديو الأسئلة ده فقط لا غير تدخل على القناة تكتب فيديو الاسئلة مش ان فيش فيديو في القناة اسمه فيديو الاسئلة غيره فيديو الاسئلة وتكتب السؤال بتاعك وانا بيتمرد حبيت تشوف ترتيب السؤال بتاعك فين التعليقات متاحة في فيديو الاسئلة باستمرار فانت هتدور على فيديو هتدور على الاسئلة اللي انا ترتيب الاسئلة بتاعتك يعني وهنعمل علامة يعني حاليا اول ما هننهي هنوصل عند اخر فيديو عند اخر سؤال يعني في الفيديو بحيث انه الفيديو ما يطولش عن 15 ل 20 دقيقة اخر سؤال هيتمي الاجابة عليه هنحط علامة اللي هو تعليق من عندي مش هنعلق خالص هنا غير تعليق عند نهاية الفيديو بداية الفيديو طبعا ده اول سؤال اهوت في في الفيديو اول ما هنهي الفيديو هنكتب هنرد على اخر سؤال جاوبنا عليه نهاية فيديو الاجابة الاول يبقى انت تروح تدور على فيديو الاجابة الاول بالطريقة الجديدة فيديو البداية الاول اه الجديد طبعا اه يبقى كده تروح تشوف انت السؤال بتاعك اسفل الفيديو هات السؤال بتاعك اسفل ما انا وقفت يبقى تتم ت الاجابة عليه تروح تدور عليه فانهي فيديو هنبدأ عشان ما نت ang Giraudت هل أفوماك الأردني أحسن أم الأمريكي؟ طبعا الأمريكي أحسن يا عبد الرحمن لكن أنا أستخدم الأردني سعره متوسط و ناتجته حلوة بزيادة الجرعة يعني الـ 50 كيلو يأخذ 2 سنتي الجرعة تبقى تمام عليه بدأ الـ 1 سنتي أمريكي الـ 1 سنتي الأمريكي بـ 12 أو 13 جنيه الـ 1 سنتي الأردني بـ كام؟ بحوالي 4 جنيه ما وصلش 4 جنيه يعني أقل من 4 جنيه بحوالي 3 جنيه ونص يعني 2 سنتي بـ 7 جنيه بيجيبوا نفس مفعول الأيفوماك الأمريكي إن شاء الله بس الأمريكي بـ 13 جنيه ما بتجدح إن أعداد كبيرة بيفرق معك وإيه أحسن نوع فاتح شهية وتسمين ما بستخدمش أي فاتح شهية انت تجيب الخروف شهيته مفتوحة ده اختيارك الأمثل للخروف اختيارك الصحي لخروف التسمين تجيبه شهيته مفتوحة خروف متأسس شبعان لبن ده تعرف إن شهيته ما شاء الله بتبقى ممتازة بيدخل معاك بيحول مفتوحة بدون أي أدوية بدون أي حقن فقط العلفة والأضافات بتاعتها اللي هي ألف دلتلاتة هات ده من ضمن فواتح الشهية وبس على كده والأضافات بتاعتها اللي هو البريميكس من ضمنها الألف دلتلاتة السؤال اللي بعده أنا عندي أربع خرفان تقريبا من خمسة على ست شهور جايبهم الضحية هم دائما كمشين ضعاف أكلهم خفيف ممكن لو حقن لهم ضروري لو سمحت أول حاجة أي تسمين لازم تدي كمشين كده ممكن تكون الخرفان دي نفسها تعبانة سردة للأسف خبرة في الشرق ضروري 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 رقم واحد في نجاح مشروع التسمين أو في نجاح التسمين للبيت حتى بغض النظر عن إنه مشروع اختيار الصحيح للخروف الاختيار الصحيح للخروف فممكن تكون الخرفان دي هزيلة ضعيفة مش متأسسة زي ما تقول كده بالمصري بتقال عليها سردة فارزة يعني بتاعت الغنم ما بتكبرش بسورة بتفضل على طول كمشنة وكلتة ضعيفة ولكن الحل الوحيد اللي ممكن تدي إبرة ايفوماك وشربة للددان إبرة ايفوماك وشربة للددان عشان لو فيهم ددان هي اللي بتأثر عليهم بتخليهم ضعاف لو كترة الددان بتخلي الشهية توقف تمتنوا عن الأكل فأول حاجة هندي إبرة ايفوماك وشربة عشان نتخلص من جميع الددان وبعد كده العلفة علفة كويسة والتدريج واحدة واحدة أما من ناحية انت عاوز العلفة إيه فللأسف يعني في علفات كترة حسب المطفر في أكتر من خمس فيديوهات انا منزله معاني الأعلاف اسمع الفيديوهات دي إن شاء الله هتعرفي تعملي علفة كويسة ليه معزة بعد نزول الضرع تختلف في معزة مرة قاعدت عندي شهر تلاتين يوم رخية اللي يشوفها يقول هتولد دلوقت قاعدت عندي تلاتين يوم رخية شهر كمش رخية بداية النزول لا رخية خلاص الضرع مليان لبن خلاص هينفجر من اللبن وشهر كامل تلاتين يوم هي رخية وفي معز بكرة هتولد رخة النهاردة يعني بيت تفاوت ما هياش زمن سابق ما هواش لهوقت السابق في معزة ما بترخيش غير قابل الولادة بيومين ثلاثة تلاقيها رخية يومين ثلاثة تلاقيها ولدت وفي معز بترخي ليلة الولادة بتضر اللبن اتضرت وما فيها بس تنزل اللبن ساعة تاني يوم الولادة على طول النهاردة تولد تاني يوم بكرة وفي معز بتوصي يعني نقوله كحد أقصى شهر كحد أدنى يومين ثلاثة طريقة حقن الايفو ماك تاني يوم ينفع قدي شربة الددان لو بتستخدم البندازول مفيش مشكلة تاني يوم اما لو بتستخدم شربة مفعولها النفس ومفعولها الايفو ماك الصوبر زي ليفافلوك او ترايميك لا يبقى تخليها بعد الايفو ماك باسبوع ربنا يبارك فيك وازيك خير الله يبارك لك وتغفر وتفتح ليه خليها مفتوحة تعليقات يا أخ حماد مش نقطة شركة كمان وتغفر وتفتح ليه خليها مفتوحة تعليقات يا أخ حماد حماد يا أخ حماد أنا بنتكلم عشان الناس ما تزعلش الناس كتيرة بتكتب أسئلة في فيديوهات كتيرة أنا لأسف ما بجاوبش أصبحت بتوجي على فيديوهات الإجابة فقط فعشان ما حدش يزعل وطبعا ما حد شوله أنا كتبت وما جاوبتش يعني أنا سبب معفتوحة يروح يكتب سؤاله في فيديو التعليقات فيديو الأسئلة وبعد كده يقول لي أنت ما جاوبتنيش أكون أنا عملته لا هي أكيد اضطر لي احنا مشين على إن شاء الله دي هنجربوا عليها شوية وإن شاء الله بإذن الله متوقع لها النجاح إن شاء الله لو سمعت أن ديسة عايز أعرف معلومات عن عزل الموليد بعد ثلاث أيام من الولدة والعلاقة بين الموليد وتجبن اللبن لا يعني أنا عن نفسي هنا أنا وفي المنطقة بتاعتي ما فيش حد بيعزل الموليد بعد ثلاث أيام تنتقصد عز الموليد بعد ثلاث أيام مش فهم تعزلهم ليه يعني تحدد وجبات الرضاعة يعني لا أنا هنا في المنطقة هنا وأنا عن نفسي وعمر ما عزلت الموليد الموليد بتفضل معلومات ترضع لحد الشبع إن فاض منه حلبته لو لقيت بيتبقى لبن في الأم في الماعز طبعا من في النعاج لا في الماعز يعني كان فيها لبن زيادة فوق حاجة عيالها بنحلبه بعد ما يتجمع شوية لبن بنحلبه فقط لغير كده ما بعزلش الموليد بعد ثلاث أيام والعلاقة بين الموليد وتجبن اللبن أنا ما عنديش علاقة ما عنديش علم والله بعلاقة بين الموليد وتجبن اللبن تجبن اللبن ده بيكون بداية التهاب الضرة ولابد من التدخل بداية التهاب الضرع طالما اللبن متجبن نزل فيه متكتل لا بداية التهاب الضرع دي ضروري الرسرة اللي جات ايه دي بالضبط اه دي تجبن اللبن دي بداية التهاب الضرع لابد من التدخل حقنا بن سيلين وزا كان طبعا بداية التجبن حق إبرة الضرع داخل الضرع ودهان المرهم ودهان الضرع مرهم يود عندنا عجل عشر فيه خط اسود بطول العين عامل زي السحابة وصوف بتاعها من عند الرقبة ورأسها بيقع بس بتاكل كويس والله من ناحية العينها بتكونش السحابة يعني زي خط اسود السحابة يعني لو هو أنا لأسف طب وصفتك مش باينة بس السحابة اللي بتبقى عاملة زي الغمامة البيضة دي ده التهاب في العين قطرة ديكساترول أو أوبتديكس أو أي معقم بشري مرتين في اليوم بتروح إن شاء الله على حسب شدة السحابة البيضة طبعا السحابة البيضة دي بتوصل لدرجات ما بتشوفش بيها أما لو هي خلقيا يعني نزل العين الصافية وكل حاجة ما فيش فهم مشكلة بس فيها خط كده بس بتشوف بها كويس أو ما مكنش بتشوف ما فيش غيامة على العين بس العين صافية ممكن تكون مولودة كده خلقيا ما فيش حاجة صوب بتاعت عند الرأبة وراس بيقع بس بتاكل كويس من ناحية سقوط الصوف والشعر في فيديو في القناة اسمه أسباب سقوط الشعر والصوف عند الماعز والأبناء اسمعوا هتعرف أن فيه أكتر من سبب بيسبب سقوط الشعر معروض قدامي نعجة بكرية عشر بس بثلاث حلامات اثنين تماموا واحدة زيادة هل هزا له علاقة بكمية اللبن وجودت مولوش أي علاقة هي بثلاث حلامات لها حلامتين شغالين والثالثة يعني زيادة بس كده ما فيهاش أي ما بتنزلش أي لبن ومالغاش أي علاقة بكمية اللبن خالص دي بتبقى هي مولودة كده بس خلق السلام عليكم ومعكس سلامت الله بركاته أخي عزيز الطريقة سوف تعمل أرباك خصوصا للمشاركين الجدد أنا أرى كل فيديو تستقبل عليه خمسة سؤال مثلا ثم تغلق التعليقات وعندما تجيب عن الأسئلة وتنشر الفيديو وتنشر المتابعين في البداية الفيديو بس لما بتأخر على الفيديو بس لما بتأخر على الفيديو بتيجي أسئلة كتير تحت فيديو الإجابة وطبعا بتاخد وقت كبير زائد إن أنا بعد ما بعمل الفيديو الجديد بنلغي التعليقات فلو حد حابب يشوف ترتيب السؤال بتاعه فين في الأول في النص في الآخر عشان يعرف يجر الفيديو ويجيب جزء بتاعه مش هيعرف يوصله لأن أنا بكون لغية التعليقات في الفيديو اللي فات ما بيعرفش يفتح التعليقات عافوا عندما تنشر الفيديو اللي جابة بجيت تفتح طلاقات في الفيديو السابق لو فتحت الناس هتعلق في الفيديو القديم مش هتعرف فين الفيديو جديد لأنا بتكلم مليون مرة وبقول يشوف آخر فيديو أحدث فيديو يعني بكتب في كل فيديو حتى الفيديوات التعليمية بتكلم يدخل على القناة أي واحد عوز يسأل يتكتب سؤاله في أسفل يشوف آخر فيديو إجابة ويكتب تحتيه الفيديو للأسف للأسف الناس بتكتب فيه مئات التعليقات مكتوبة في الفيديوهات التعليمية ورغم أن انا ذكر في أول كلمتين في الفيديو بعد السلام مباشرة قبل ما نتكلم في الموضوع أي حد عاوز يسأل يدخل على القناة والأسف لاحية لما أنتم هذه الناس بتعلق تحت الفيديو بردك فالطريقة دي إن شاء الله بإذنها تكون أفضل الله يكرمك الله يبارك فيكم طيب عندما تعمل حساب على برنامج اسك فم جميل جدا وكل واحد يبعث لك سؤال وحضرتك ترد عليه في أي وقت براحتك والله يا أخ أحمد أنا عاوز الفايدة تعم ما أنا لو عملت أنا مش عال برنامج اسك طبعا أنا لازم أنا ما اشتغلتش عاله قبل كده الصراحة لكن هنتشوف لعله يكون أفضل يعني أنا لما استخدمت الواطس قلنا عشان أرد إجابة صوتية على طول لقيت الجروب ما بيشاش أكتر من 251 وكله بيدخل يجاوب فأنا مش عارف نظام الأسك ده إيه هل أي حد هيدخل يجاوب ولا أنا فقط وهل الإجابة هتكون عامة للمجموعة كلها هتشوف ولا أنا بس أنا عاوز الفايدة تعم ولو أنا بس أنا واللي بيسأل فقط مش هتنفع أنا عاوز الفايدة تعم للكل أحسنت أحسن الله الله يبارك فيك يا أخي عبدربو سبق واستشارتك عن خطة الانعاج والأمات أهم ثلاث عناصر فيها السلاج الدرة وأمح التب ومطحون وبرسيم حجازي إضافة تنماء أخرى من الأعشاب والأتبان ذات القيمة الجيدة ذات شعير في الأشهر الحساسة لكن قصة التربية مغلقة هل برأيك هذه الخلطة توفي بحاجيات الغنم بخصوص تمام إن شاء الله طالما فيه دريس حجازي تمام مقوع كامل وولدته ما فيهش أي لبن بسبب السلاج فيعني بس السلاج يكون كويس يعني معمول كويس مفيش مشكلة السلاج وبرسيم إن شاء الله تمام يكفي احتياجاتهم بإذن الله مع التبنى طبعا مفيش مشكلة والشعير تمام وقت الشهور الحساسة طيب بخصوص الشعير المنقوع فنحنا ننقعه كي يالين وتزيد نسبة وسؤولة هضمه على استفادة القصة منه ولكن بدون فقدان وراف منك متر وزيه وزيه انا قررت سؤالك قبل كده يا أخي عبد الربو انا فهمت ان انت بتحط مية على قد ما بيشربها الشعير يعني ما بيتبقاش اي نقطة مية الشعير بيمتص المية بالكامل تمام الله ينور عليك يبقى كده الفايدة كلها موجودة في الحب زائد ان انت فككت السكريات النشويات المعقدة الى سكريات يسهل هضمها كلام سليم الله ينور عليك بس في حالة كميات كبيرة قد تبقى فيه مشقة يعني لسه هتفرت في المية وتعمل لحوات في المية وترفع وتاخد الشعير تحطه في المعالف فهو مفيش مشكلة طلامة كده كده انت مش تسمين مفتوح يعني مش تسمين سريع مابتكلش شعرك بكميات كبيرة فان شاء الله الشعير هيتضم حتى وان تم تعليفه بصورة جافة مفيش اي مشكلة سبقا يعني حتى اذا لقيته مفيش اي مشكلة تمام الله ينور عليك طالما بيشرب المية بتاعته بالكامل سبقا انا استفسرتك عن السورجو هو شبيه بالضراء الرفيعة ويحش اربع مرات رأيك في حشو في احسن مراح مرحلة من نموه وتكفيفه وطحنه للاغنام احسن مرحلة هو انا اعرفش السورجو انا اعرف السورج اللي هو الدراء الرفيعة او الدراء العويجة فما فيش مشكلة لو هو مزروع بكسافة بيتقالعليف مصر هنا ضراوة يعني ممكن الدراء الصفرة او الدراء البيضاء بتتزرع عندنا بكسافة مش على اي خطوط بتتزرع زي البرسيم كده غزيرة شوية بيطلع زي الامح والشعير بتطلع العود رفيع ما بيعملش وبيطلعش سمار لان العود بيكون رفيع ده بيتحش بيتحش كذا مرة يعني زي البرسيم في الصيف بيتقالعليه ضراوة كل ما كبر مفيش اي مشكلة يعني بحيث يديك الانتاج كويس من الارض يعني انا معرفش الطول بتاع بيوصل في الضراوة بيوصل متر متر ونص بيتحش اما السورج من مش عارف لو كان بيكبر زي الضراوة فهو يبقى متر متر ونص تمام مية في المية بحيث ليبقى اخضر زيادة عن اللزوم ولا يبقى ناشف زيادة عن اللزوم خير الامور الوسط نعزل الموليد نعزل الموليد الزكور بعد الولادة بايه بقد ايه وقت علشان التسمين لو انا مش فاهم عاوز تعزولي ما انا عاوز تسمينهم لا الرضاعة حد ادنى المفروض تلت شهور تسعين يوم تلت شهور رضاعة ولكن قولي امت عاوز تأكله من اول شهر يبدأ يدور على العلف وهو عمر شهر المفروض انت من اول ما يبدأ يدور على العلف تكون مجهز له عالفة نعمة يلحس فيها بروتينها عالي عشان تساعد معاها مع اللبن وتلاقي الخروف الخروف اول جدي اول ما تفطومه عمر ثلاث شهور تلاقيه معتمد اعتماد كله على العلف ما يحصلوش اي رجوع الورا ما يحصلوش اي خساسان ما يحصلوش اي تضهور مباشرة هو متعود على العلف منه عنده شهر بيتمتدوره بيلحس لحظة بس بيساعد مع اللبن عمر شهرين بيخش بنسبة خمسين في المية علف وخمسين في المية لبن او فوق الستين في المية عمر شهرين معلش عفوا ممكن فوق الخمسة وستين سبعين في المية اعتماد على العلف ومن خمسة وعشرين لتلاتين في المية لبن اللو عمر شهرين عمر ثلاث شهور بيوز بيعتماده ما لا يقل عن تسعين في المية علف وعشرة في المية او خمسة في المية لبن بس فبالتالي ممكن تفصلو على طول عنهم مفيش اي مشكلة السلام عليكم وعاكم السلام عليكم عملت للمعز عشار بشار الرابع تمانين كيلو شعير وخمسين كيلو درة وخمسين كيلو علاف مركز معمول ستاشر بروتين هل هذا جيد؟ معز عشار بشار الرابع تمانين كيلو شعير وخمسين كيلو درة تمام وخمسين كيلو علاف مركز معمول ستاشر بروتين هل هذا جيد؟ جيد ان شاء الله يا ابو عبدالله بس المهم الكمية الكمية تحياتي لك من فلسطين على هذا البرنامج جراء غيرت القناة العربية الزراعية تعلم منك الله بارك فيك يا أخو ابو عبدالله بس العلفة ماشي نقوله تمام ولو اني انا ما بحبش العلفة مركزة بس انت متوفرة عندك مش عارف تجيب صوية انت لو جبت على تمانين كيلو شعير وخمسين كيلو درة شوية صوية هتبقى العلفة معاك احسن من ما تجيب علاف مركز يعني تمانين كيلو شعير وخمسين كيلو درة لو حطيت عليهم مثلا تمانين وخمسين مئة وثلاثين لو حطيت عليهم ثلاثين كيلو صوية اربعة واربعين في المية هتصبح العلفة افضل من كده بكتير ولكن ما فيش مشكلة حتى كده كويس بس اها مش هي الكمية المعزة لو تقيلة لو المعزة حوالي خمسين كيلو لها كيلو ونص علاف في اليوم كيلو وربع كحد ادنى في اليوم ولو هي معزة صغيرة كيلو كحد ادنى طبعا على وجبتين ولو ما بتديش الكمية دي تزود العلف تدريجي ما تزودش الكمية مرة واحدة طبعا كده وصلنا حوالي 18 دقيقة هننهي هنا هنكتب هنا اهو نهاية فيديو الاجابة الاول الجديد الجديد طبعا دي كده عشان اي حد نشوف هتشوف فين التعليق اللي انا معلق بيه هتعرف ان من السؤال من سؤال الاخ ابو عبد الله لغاية تحت اللي قابلي ده كله في فيديو الاجابة الاول ولما نبدأ نجاوب على السؤال اللي بعديه سؤال الاخ محمد طبعا يعني لغاية ما نوصل للتلت ساعة هنكتب نهاية فيديو الاجابة التاني فبالتالت شوفوا انت من نهاية فيديو الاجابة الاول لنهاية فيديو الاجابة التاني هدي فيديو الاجابة التاني وهكذا ان شاء الله باستمرار على هذه الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة